اشتركوا في القناة ان شاء الله لانتخاب مجلس ادارة جديد يقود النادي بكل طموحات جماهيره اعضاء ويمكن زي ما تعودنا النادي الاهلي جمعيته العمومية داخل الاسوار لكن جمعيته العامة في كل بيت ومكان وحارة وزقاء ومدينة وقرية في كل مكان الجمعية العامة للنادي الاهلي موجودة وهي جماهير الاهلي في كل مكان الاهلي ينتخب موعد يومي بنلتقي فيه مع حضراتكو كفرصة ديمقراطية للسادة المرشحين كل يقدم اوراقه وطموحاته وافكاره وكل ما يرغب في مجلس ومخاطبة الجمعية العمومية من خلال قناة الاهلي وده التزام من قناة الاهلي وادارة القناة مع ادارة النادي على ان تكون قناة الاهلي لكل اعضاء الاهلي ولكل ابناء الاهلي ولكل المرشحين بفرص متساوية تماما على مدى 90 دقيقة يوميا ابتداء من اليوم كل يوم بنستضيف احد السادة المرشحين في كافة المقاعد المختلفة لغاية فترة الصمت الانتخابي اللي بيسبق العملية الانتخابية علشان كل واحد مرشح يقدر يخاطب الجماعة العمومية بكل وجهات نظره في اطار اولا من الحرص على تقاليد النادي الاهلي الحرص على الفرص المتساوية بين كل السادة المرشحين لانه في الاول وفي الاخر اعتقد كلنا متفقين على ان الهدف في النهاية هي مصلحة النادي الاهلي النادي الاهلي لما بيقدر يعزز استقراره لما بيقدر يوفر لجمعيته العمومية والاعضاء فرص كافية لتقييم افكار السادة المرشحين للتعرف على كل برامج السادة المرشحين بنسهل الفرصة لعضو الجمعية العمومية انه يختار صح وعضو الجمعية العمومية لما بيختار صح بيساعد النادي الاهلي اولا على انه يجيب مجلس ادارة مستقر يجيب مجلس ادارة بافكار مختلفة وفقا لرؤية الجمعية العمومية وده في الاول وفي الاخر بينعكس على مصلحة العضو داخل المقرات ومصلحة جماهير الاهلي في كل مكان عشان كده يمكن اهمية الانعقاد الدوري للجمعية العمومية للنادي الاهلي هي جمعية مسؤولة عن مشاعر واحلام الملايين ومسؤولة عن المزاج الشعب العام لعشرات الملايين من محب النادي الاهلي في كل مكان بدأنا الاهلي ينتخب اول امبارح كان في ضيافتنا لساس حامد عز الدين كواحد من اعضاء النادي الاهلي القدامة الكبار واللي راصد عن كثب كل تطورات العملية الانتخابية في النادي الاهلي ثم كان ضيفنا بالامس الدكتور سعد الشالب المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللي بيدير هذه العملية بكفاءة عالية جدا وبحيادية تامة بس اللي انا يمكن عرض الدكتور سعد وبنأكد عليه انشغال النادي الاهلي بالعملية الانتخابية اطلاع مجلس الادارة بالترتيب للعملية الانتخابية ايضا كمرشح بكل رئيس مجلس الادارة مرورا بكافة اعضاء المجلس كمرشحين في العملية الانتخابية ده ابدا ما خلهمش ينسوا مهام عملهم اليوم في النادي بالعكس دولاب العمل في النادي الرياضي والثقافي والاجتماعي والانشائي يسير جنبا الى جنب بشكل متوازي جدا بجانب الشأن الانتخابي وترتيبات الجمعية العمومية كل بيتابع النشاط الرياضي باهتمام شديد جدا مجلس الادارة بيواصل عمله لغاية اللحظة الاخيرة وانعقاد الجمعية العمومية واعتقد في المتابعة طبعا بالشأن الكروي والأعضاء مجلس الادارة مع كل أعضاء النادي مع جمهير الاهل في كل مكان النهاردة مشغولين بالاطمئنان على فريق كرة القدم وهو يتأهب لخوض مباراة القمة 123 بكرة في الثامنة مساء ان شاء الله مع نادي الزمالك في استاد القاهرة المجلس طبعا مهتم جدا بمؤذرة الفريق ومساندة الفريق بدعم الفريق بكل ما قوتي المجلس من قوة علشان يواصل الاهل انتصاراته بما يسعد جمهيره وأيضا يسعد أعضاءه يمكن في الشأن الانتخابي أيضا في الترتبات الدكتور سعد إن شاء الله بن برح عرض لكم شكل الخيمة الانتخابية اللي هتجرى فيها العملية الانتخابية ابتداء من يوم 26 نوفمبر الحالي إن شاء الله ابتداء من السبت بعد غد حيتم إخلاء ملاعب الترتان اللي هتقام مكانها الخيمة الانتخابية اللي حضراتكم شايفين رسم المكت لها واللي صممت علشان تسع أكبر عدد من السادة الأعضاء وأيضا يمكن روعية في تصميمها كل الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الصحي بالإضافة إلى تسيير وتسهيل عمليات الدخول والخروج منها وإليها علشان يكون فعلا المسألة فيها كل التسهيلات للسادة الأعضاء كمان أعتقد حضراتكم الفرص حضور الأعضاء هيكون في حافلات لنقل الأعضاء من مقرات النادي سواء في مدينة ناصر أو في الشيخ زايد إلى المقر الرئيسي في الجزيرة اللي لايحة النظام الأساسي بتنص على وجوب إجراء الانتخابات في المقر الرئيسي أعتقد حضراتكم فاكرين كان دايما وأبدا مع كل انتخابات تتقال طب ليه ما تتعملش لجنة هنا ولجنة هنا للتيسير لا هي الجمعية العمومية بتنعقد في مكان واحد أولا وفقا للليحة وثانيا لأن الانتخابات ده بند من ضمن بنود جدول الأعمال في بنود أخرى في جدول الأعمال تلزم الانعقاد وتلزم الاجتماع وتلزم المناقشة منها منقشة الميزانية منقشة الحساب الختامي وكل ما يطرح على الجمعية من ترتيبات أو من بنود وبالتالي المسألة تحتاج ضرورة الانعقاد في مكان واحد علشان كده كل التسهيلات اللوجستية بيتم الاستقرار عليها تماما لاستقبال أعضاء النادي الأهلي لهذا الانعقاد المهم اللي حينتج إن شاء الله مجلس إدارة جديد يقود النادي في الدورة من 2021 علينا وعليكم بخير لـ 2025 بإذن الله في إطار طبعا هذا الالتزام من قناة الأهلي باستقدام أو باستضافة يوميا أحد السادة الأعضاء المترشحين على مقاعد مجلس الإدارة المختلفة حيكون ضيفنا النهاردة واحد من المرشحين على مقاعد عضوية مجلس الإدارة فيها عشر مرشحين لعضوية المجلس حيتم انتخاب سبعة منهم بالإضافة إلى اتنين تحت السن تحت السن اللي هو تحت السن 35 سنة الدكتور أحمد نبيل غيط واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي فوق السن حيكون ضيفنا النهاردة علشان يقدم لنا رؤيته وأفكاره وطموحاته وكل ما يرغب فيه تقديمه حيكون له متسع كافي من الوقت بعد فاصل أهلا بحضراتكم الجديد ومشرفنا في أول استضافات السادة مرشحي مجلس إدارة النادي الآلي الدكتور أحمد نبيل غيط المرشح لعضوية المجلس أهلا بك يا دكتور أهلا بحضراتك أهلا بك ومنور وكل دورة انتخابية وانت طيب مرسيزو حضراتك ومحب بس أشكر إدارة النادي أهلي على الاستضافة الجميلة دي وده طبعا شحنا في النادي أهلي تطبينا دايما قلنا على المبادئ والمساواة بنا كلنا فتحية لكم جميعا للفريق المعد وكل الإدارة ليه كل الفرصة الكاملة علشان تقدر تعرض للجمعية العمومية كل ما ترغب من قراءك وأفكارك وانطبعتك وهي الليلة ليلتك طيب نشوف بقى في معلومات سريعة جانب من السيرة الذاتية للدكتور ترجمة نانسي قنقر 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 عندي ده من طموحات. نونس غاية كالطموحاتي نفسي أترشح للمجلس دادنادي الأهلي. بس كان الوقت بالنسبة لي ما يسمحش إن أنا بدرس و أزافر و أروح واجي. يمكن الفترة دي بالنسبة لي حصل لي نوع الوقت كوضع ممكن أقدر أتقدم الحاجة زي كده بعد يعني ما جود اللي عملت وما سفرت فرنسا وقبضي كنت في الخارج. فكل ده بالنسبة لي كان ده ده يعني عندي الوقت كده وكنت عايز قطيب مبادري عن كده. بس طبعاً كورونا جات كوفيد لما جيه أخرنا شوية في البدء بالتعرف بالناس والمبادرات والقصة في عنا عملناها دي. فالحمد لله يعني أنا مبسوط جداً بالتجربة. يعني الحمد لله أنا برضو شخصية اجتماعية بحب التعرف بالناس. فمدي يعني فرصة اللي أنا بقابد أعضاء كلهم بحيث إنهم إحنا فاميلي. ده من حاجات برضو فاتة السفر كانت نخلي يعني مش حق يعني. فيه افتقاد للقصة دي يعني. فهي تجربة جميلة في جميع الأحوال بغاد نظر على النتيجة. ده خلقت يعني غامس أكتر في مجتمع النادي وتبدأ تتقابل للناس وتقابل العائلات والأسر. بالزبط بالزبط. يعني انطباعتك اللي انت أخدتها من الجولات اللي انت عملتها. والله الناس يعني دايماً بيحبوا يسمعوا. بيحبوا يشوفوا الأفكار الجديدة إيه. أنا طبعاً يعني من الأول كده أنا وقت حتة للصحة والتحول الرقمي بحكم. لا ما احنا هنأشك في برنامجة طبعاً بالكامل حسناً تستعجلش. لا 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 تستعجل خلص. طورنا ساعة عديمة. طبعاً كدراتك. طبعاً القصة كلها اللي أنا يعني ما بتكلم مع الناس يعني منشرح لهم البرنامج بتاعنا. فقلت بلاي طبعاً ترحاب. إن هو تكر يعتبر تطور. يعني حاجة جديدة. فهي كد لمسة مع الناس كويس قوي الحمد لله. خلتنا برضو لنا شوية لانا ابتدي أنزل مع الناس أقابلهم بنفسي. دي حاجة بالنسبة لي برضو. يعني قبل كده كتزروه الشغل مش ترحالي. فبايت أنزل أساني مع الناس وتعرف عليهم. أخش لكورة رياد تنس طولة مبارح. يعني بتعرف بالنادي وأعضاؤه يعني. فدي كان فرصة كويسة لانتعرف هاداته. وانتباعهم الحمد لله كانت انتباعها جيد بالنسبة لي جداً يعني. دي صور لجوالاتك في حدائق النادي في كل الفروع. آه بالضبط. دي في أهل مدينة نصر. آه. انت أصلاً يعني من مرتدي الجزيرة ولا مدينة نصر؟ مدينة نصر في حكم السكن. أنا قبل كنت في هذه الجزيرة طبعاً. آه طبعاً. وانت لاعب. آه طبعاً. ده بيتنا أصلي. آه. مدينة نصر بقى الحكم جغرافياً. ساكن قريب. ده يعطيه قريب بالنسبة لي. آه. فانت متواجد في مدينة نصر أكتر. آه. طيب. المسألة دي لأول مرة تجي لك الفكرة ان انت تترشح. بالضبط. ولا كانت رغباً. لا يا وانا وانا صغير دايماً بحلم بالموضوع ده. بس عارف ان هو يسه مش وقته. كل حاجة دي وقت. يعني انا شايف ان انا لازم اوصل لدرجة معينة من نطج آه الامكانيات. آه. كل حاجة يعني هي بتبقى زي كومبينيشنج او تكوين كامل اللي انت تبقى عندك القدرة تحس اللي انت تنزل وتقدر تقدم خدمة بجد للنادي. لكن مش فكرة انا عايز انزل عش اخطر انا عايز انزل. انا عارف ان هي ليها وقت معين. فالحمدلله يعني هي جات سبحان الله. كنت مقرر من اول السنة الفاتح لانا عايز انزل بس طبعاً موضوع الكورونا. خلاني شوية اجل عش اخطر موضوع المبادرات والقصة دي فيها اعداد كيجير افتيجي فمش عايز الناس يعني يحسب مشاكل بينهم او او اصابات. فجاءت فكرة المبادرة بقى الاول. المبادرة اللي انا عملتها حقيقة افضل بلا دوالي. حقيقة افضل بلا دوالي. هنجلها لانه ده تفاصيل مهمة جداً. ده تفاصيل مهمة جداً المبادرة الطبية بتاعت حضرتك. لكن انت العلاقة مع النادي لعب هندبول. لعب هندبول اه. اه. من سن معين? اه. انا كنت موليد تمانين. فلعبت وانا كنت اول عبادي بدأت. كنت بدأت مع كبتان عمد ابراهيم. ودوقتي مدير فني المدير الطيران كلهم بدل الوقتي. انتشروا. اه. ما شاء الله. وعد كده كبتان احمد جلال اللي هو دوقتي مدير الاكاديمي في مدير الاهلي. اه. مدير مصر. اه. وصفرت لك التجربة الهدالي كان حلوة. كنت اول مرة سافر برا مصر والناس غير. ومع سريق الهندبول. وكنا طبعين باللعب منتخبات ساعتها مش عندية حتى. فك التجربة حتى بدأت مع نادي اهلي تزرع فيه حتة الطموح. اه. ان انت برضو ننفلعب في نادي اهلي وانت صغير دي. بالنسبة لو استزاميك في المدرسة واست اصحابك بتزرع في شخصيتك حتة الطموحات. يعني انت دايما عايز تبقى دايما متميز. اي. فدي تزرع فيها غزب نعاني طبعا. فالحمد وليه كنت دايما جواي الحتة دي. لان دايما عايزة بقى احسن. لغاية بقى ما جت حتة الوقت السنوية عام بقى والدي رحمد وليه قال لي بقى انت يعني احنا عزين نخش كلية الطب وكده. فيعني يركز شوية في كلية الطب. فجت كنتهية دي بقى اخر محاولي يعني. بطلت الهندبول علشان. عشان ما بقى دكتور. حقيقة دايما كده. خيارات. اه. طيب. فكرة الترشح. انت يعني انت رشحت اول ما بقى بتفتح ولا انتظرت. لأ انا اول واحد دخلت. اول واحد. نمبر وان. نمبر وان. بقى انت كنت مستنى بقى. اه والله وحتى في القيمة ان رقم واحد برضو يعني هي الحمد الله. فصلت الاب جديا يعني احمد. ما هي ربنا بقى نه. اه. وكمان عزستها ان انت اسبقيت الترشيح. بالزبط. بالزبط. طيب. لاحزنا ان السنة دي يمكن عدد المرشحين اقل من السنين اللي فاتت. اه. انت تفسيرك للظاهرة دي ايه. وانت طبعا اكيد ناخب. يعني دورات اللي فاتت. كنت مهتمة اكيد بالحضور. بالزبط. بالزبط. والله طبعا هي اه. اكيد برضو مفيش يعني بيبقى استعداد. ان خليني برضو اقول حك برضو فترة الكورونا دي غيرت حاجات كتير في خريطة. خريطة العالم. مش غريطة مصر. صحيح. فكلت ناس كتير كدت برضو اه. اه. عندها اتجاهات. نشاطها اقل. اه. حتى الدخل اقل. حتى لو هيعمل دعاية دعاية هتبقى اقل. اه. غير طبعا ان برضو يعني كابتو محمود الخطيب يعني اقامة كبيرة يعني. فلازم ينزل قدامه. يبقى لازم حدي يبقى مجال ان احنا نستعده ويبقى فيه مجال اللي احنا يعرف بلنامج او يعرف حاجة بحس ان هو يرفت الانتباه يعني. فاعتقد ان هي في موضوع الكوفيد والدروف العدد بالعالم كلها اثرت علينا شوية انه ما فيش استعداد. فهو دوت من وجهة نظري يعني. طب تباجل بيبقى فيه من دوافع الترشيح المرشح. اما ان هو شايف حاجات نقصة عايز يكملها. او ان هو شايف اضافات عايز يعملها. تمام. الى اي حد انت حضاك مقيم اللي كان حاصل في الدورة اللي فاتت يعني في خلال اربع سنين. ايه النواقص اللي انت تأمل ان انت تضيفها او انطبعك عن الاداء كان فيها ايه. تمام. يعني بس نتكلم ان كل مجلس ادارة جيل النادي اهلي ليه بصمة. يعني مش هنختلف النقطة دي. صحيح. احنا دايما نطمع للتطوير. التطوير وده من مبادئ النادي الاهلي المكتوبة عندنا يعني. احنا عزين نطور دايما. اه. فانا بالنسبة لي مثلا الجانب الصحي عشان ده انا مهتم بيه ده ملف بتاعي. انا مهتم بيه. انا شايف طبعا ان هو على مستوى الاداءة كلها اللي فاتت. ما كانش يواخد الجانب الاهتمام. عشان كده بلص ان هو التوجه سات الرئيس وزي تحول الرقمي نسلا. دي حاجات تاني. انا اسمي السلوجن بتاعي. اهلي صحة اهلي رقمي. انا محدد انا عايزي. اه. تمام. فده توجه العالم وتوجه الدولة المصرية. فده بالنسبة لي داني فرصة لنا ابقى يعني. فهنا محدد انا عرف انا عايز اعمل ايه. اه. بالنسبة لي هو دوت كده. ده مش اختراعة. ده يعني حاجات توجهات كلها اللي العالم. احنا بس كاهلي. دايما احب دايما في الصدارة. احنا السابقين. احنا نادي احنا نادي القرن. فالعضاء بتوع النادي والجماهير دايما يستحق دايما ما هو احسن. اه. فده اللي خلينا اتوجه للفكر ده. بحكم خبراتي يعني فيها. تمام. وسريا بقى حددك لو عرفتنا كده بالأسرة. انت ولادك بيلعبه ولا? انا ولادي اه. معايا تات اولاد كبير فيهم بيلعب سكواش. اه. في عمر يعني بيلعب سكواش برا مش في النادي. اه. تمام. فده طبعا من دمنا الحاجات عشان احنا جغرافيا اهل الجزيرة اعتبر بعيدة عننا. اي. فده من دمنا الحاجات اللي واحد بيتمح اليها ان شاء الله تبقى باهل مديهة نصر بإذن الله. اه. الصغير بيلعب تايكوندو برضو برايفيت. والصغير بيلعب جنجون بواز برضو برايفيت. كلهم برا نادي. واحدين مجال رياضي ما شاء الله. اه اه. ده لازم عندنا. اه. دكتور المبادرة بقى للطبية. تمام. انت حددك واخد اتجاه. يعني اهم حاجة في برنامجك. لو لو قلت لك. قول كل اللي انت عايزه عن برنامجك. ايه بقى. تمام. احنا اول طب حاجة احنا بلان عشان بس طبعا الناس تعرفنا يعني كنازم برضو يبقى على ارض الواقع. مكان ما حاجب بصراحة يعني. يعني. فانا فاكت ان دايما عايز اخش اتكلم مع حد لسه. ما يعرفيش هزم يشوف زي تقول كده يعني. بالبلد نقدم السبت. عشان ايه بقى عارفة كنه. فانا عملت المبادرة دي حقيقة افضل بلا دوالي. بحكم اللي انا في الاشعة التدخلية اسطرة الطرفية. ده تخصصي. اه. اه. وانا دايما بحب التخصص. يعني حتى حالك حتى على مستوى البيزنس بحب عامل بيزنس سهل تدريب الاطباء في حتة محددة. اه. في حتة الطب او الاطراف في مشتغل شرايين كمان. فانا ممكن حتة الاوريدة اللي هي فيها الدوالي بدون جراحة. ودي حتة نقاتين في المهم الشعب عنده دوالي بمناسبة ايه. او العالم. بس مراحل. الهدف من المبادرة انا كنت عايزة اقول للناس يا جماعة. انا كنت المبادرة دي عايزة اعمالها على مستوى مصر. انا قلت ده يعني ازل ترشحي. انا اهلي دلوقتي اقول بيها. فبدأنا مع الناس احنا عايزين نفهمهم ان احنا عايزين نوقف مراحل المرض دوت في اوله عشان كل ما يكون عايزة بدري بقى احسن واسهل. نلجأ للجراحات او الاشعى التدخلي او حتى الاسطرة. اللي هو تخصصي بالمناسبة يعني. ايه. فهو الهدف منها مش تجالي خالص هو الهدف مكان وعي. من الناس اللي احنا ايه ازاي تقفي ازاي تعودي ازاي تشتغلي. حاجات كلها بالنسبة للناس مهمة جدا. وللاسف الثقافة دي مش موجودة وسط الناس اللي عندهم مرض الدوال يعني. فعملنا المبادرة وحاجز معنا فيها الحمد للعدد كويس. يعني اعتقد ربعمية شخص حاجزوا فيها. من اعضاء النادي. من اعضاء النادي. وكنا كل اسبوع بنكلمهم لغاية دلوقتي لغاية اللحظة دي دي. بنكلمهم. فيها الناس بنعملهم من هو الدوبليكس على الاوليدة دوتنا الجنن. بس هدف اقول لها حاجت في المرحلة كذا. خلي بالك احنا في المرحلة دي. حاجزين نقف عندها. هو ده احنا في المرحلة دي. يعني انت في مرحلة ايه اولا تانية ثالثة. شامنوصلش ربعة الخامسة دي مرحلة اخرانية. فالحمد لله عملنا مع الناس. وبدأنا يعني ناس كانت مستجيبة ليه جدا ليها. انها طبعا حتة متخصصة شوية. فالحمد لله كانت عملت كويس. ويسا مكملين فيها بردو لغاية شهر اتنشر. ان شاء الله. يعني نتمنى كونا عند حصة نظام الناس يعني. دي معمولة لاعضاء النادي في كل الفروة. والعاملين. في كل الفروة. في كل الفروة. حتى شريخ زياد كل ناس. وقدر حداك تتواصل مع كل الاعضاء. كل الناس بتواصل معهم. طيب من خلال ايه يعني يعني عضو النادي اللي عنده الرغبة يعرض الحالة بتاعته على حضاتك يعمل ايه. عشان يوصل لي. اه. انا كنت طبعا بعمل الماكرين بتاع السوشيال ميديا. اه. فالناس عامل زي فورما كده. اه. اللي عايز يحضر بيسجل فيها برقم تليفونه. واحنا مثلا كل مرة بناخد خمسين حد. اه. او ثلاثين او اربعين حد. حسب اليوم. والناس اللي بتيجي كلها بتيجي بنعملها. ونجي من الاسبوع اللي بعد بناخد خمسين بعد يوم. ماشيين كده. فهي المبادرة الاولوية بالحجز. بس طبعا ما وجالي حد قال لي انا تعبان. ايه الميزة اللي انت حركت ميديا لعضو النادي. الميزة في المبادرة دي. اه. مجانة. 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 بعملوا الدوبليكس. دوبليكس بره يا سعر وتكفته غالية اصلا. اه. مجانة. انا بعملوا الدوبليكس. اه. اقولوا انت محرك كام. تخلي بالك. يعني الهدف منها وعي. مش فكرة اللي انا بقول لنا انا عايز مسلا اجيب حد اللي عادة عندي او كلام ده خلص. بس كده. فالحمد لله يعني لأ الناس كتبسطين من الناوب يتوصلوا معي حتى الواتسال. طب دوكتل نعمل كذا. جبنا الشراب الفلاني. طب نلبسه. يعني عملا معي معناس كويسة. والهدف ان انا بقول لنا جماعة اويرنس. انتو جايينين عندي العادة كااورنس. دواعي. صحيح. عشان الهدف ان انا مسلا يعني ممكن تتفهم غلط. ان انا عايز اعمل دعاية للعادة. فدي طبعا يعني من ده من الحاجات ان انا حتى حالة وتتطرق فيها قدام الناس على الهوة يعني. اه. ان ده مجانة لأعضاء انت. بالظبط كده. بالظبط كده. طب. هدك عمل الابليكيشن للأعضاء يتواصلوا معك. اه. على السوشال ميديا. لا مش على السوشال ميديا عادي. على الفيسبوك او انستجرام. يعني الاماكن اللي احنا متواجدين فيها. تمام. فورم كده. احمد غيت. دكتور احمد غيت اوفيشيال. على الفيسبوك او كده. بيخش يسجل فورم. يتحط الرقم موبايل بتاعه. واحنا نتواصل معك برقم محاصر في الفورما ورقم كامل. اه. العلاقة الطبية دي او الصحية مستمرة. ايا كانت ظروف الانتخابات. طبعا. 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 لان انا اقولها وبعايدها اشياء مرة. اه. طبعا. لا طبعا. يعني انا احنا بفرصة الناس عارفتني اصلا. وبغض نصل على النتيجة. يعني انا مفصوط بلوحك بالتجربة. فيعني احنا مكملين فيها. وهنكبرها. وغير كده بقى انا عمل الشبكة. ده الابليكيشن اللي على الشاشة. مش كده. اه. بس داب اشياء على التحاليل. حتى عررين ان نوصل على عمل تخفيط خمسين في المية. ودي شبكة خاصة بي. بدني مثالة اللي انا احكيه بها دلوقتي كبرنامج يعني. الشبكة دي اي عضو في اللحظة دي. من حق يخش على اي مركز او كان بالكنين بتاعو يخش. كانين الاهلي يخش ياخد التخفيط ده. فاللحظة دي متاحة وموجودة معنا على طول. ودي شبكة صغيرة يعني حوالي تهتين اربعين دكتور. مش شبكة الكبيرة اللي انا برنامج بتاعي دلوقتي. ده مسال صغير على قد الواقع يعني. ودي برضو مستمرة. دي مستمرة كله مستمرة. ما خلينا نتكلم بصراحة. طب. انا في الاخر برضو الدكتور اللي انا جايبه ده وقت اه ناس مبسوطة جدا بالمبادرة. يعني خلينا بقى نتكلم انا برنامج بتاعي ايه. انا برنامج بتاعي انا برنامج بتاعي انا عايز عمل شبكة طبية تغطي مصر وقاهرة وستة تغطي مصر كله بتخفيضات. ودي تبقى موجودة عندنا. الفكه كله فيه ناس محبه ان دي الاهلي كاطباء. بيجروا عشان يشاركوا معنا يعني. وبيدوا تخفيضات ممكن بقى خمسين في النهاية كمان. وفيه ده كترة جايين عشان خاطر. اه اه. انتو ان. هو بالنسبة له انا جايب له عشرة حالات من الاهلي بتخفيض. احسن ما يجيروا حالة تين بسارم. ده وفي ناس محبة جدا حبة فكرة اهم اهلوية صراح فهم عايزين يخدموا الاعضاء ده اللي برضو الحلو عندها كل حاجة الشبكة دي تعتبر يعني هحكي عليها بقى ازاي عايز عاملها في الابليكيشن بعد كده يعني خييني هنجلها تاني تمام فدي شبكة تغطي الاعضاء كلهم يعودوا يبقى اي بعد الشر اي مرض ربنا يسلم الناس كلها محتاج يخش يجوه انا ساكن في مديد نص اقرب دائرة لهم الدكاترة فين مديد نص النقطة التانية بقى ان انا عايز عامل زي منقصة ما بين شركات التأمين الكبيرة ان احنا اخد اقل تكلفة بعد تغطية بذلعنا اي دلوقتي شركات التأمين لما بتتكلم معهم انت كشركة وشركة دي في عدد كبير يعني بتتكلم اهلي مثلا كشركة كبيرة بدون زبط اسامي يعني فيها 200 الف او 300 الف عائل موظف فهنديك كلم معهم هو السهل ومسلا اكس لا هيديك في السهلاتة نص اكس هو بيعمل معادلة كده يخوف يعمل انالسيس للأعمار والكام الراجل كان ستة هم عندهم معادلة كده جازة شركات دي ويديك التكلفة دي كلها فدي خدمة انا لو انا بكاملين نادي بتاعي اقدر اخد تأمين ده لان فيه بقى ناس كتير عارفهم فقد وزايفهم فالتأمين طب بتاعهم وقف ناس كتيره معندهمش وزايف فيزنس بشتغل وشغل غاصب معندهمش تأمين واحنا ايام الكورونا بالذات الكوفيد عرفنا قيمة التأمين طبي يعني فيه ناس اعرفهم والله بقعوا ارادي عشان العزل والرعاية والحاجات اللي ربنا ميرجحها الايام الجميلة دي فانا بتمنى ان انا دي حاجة عايزة عاملها للأعضاء وبرضو تاني حتى لو انا ما نجحتش ان شاء الله مجلس الادارة اللي جاي انا هتواصل معان فكرة التعامل لان انا بقى تتكلم مع الشركات فعلا وموضوع أبليكبل فانا بتتكلم سواء انا ربنا قرمني بإذن الله ان شاء الله يعني لو فيه نصيب مفيش نصيب انا بإذن الله افقاد بفاقينا ناجح فيها بإذن الله ده كلام مهم جدا دكتور خاصة انه دي عهود ووعود قدام كل السادة الاعضاء والجمعية من الدكتور احمد نبيل غيط اكيد الكلام مهم جدا هنتواصل فيه بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد والاهل ينتخب يمكن في البداية لما قلتلكم انه برغم كل الترتيبات الانتخابية وظروف المرحلة والدعاية وإلا انه ده مش مؤثر على دلاب العمل او على مساندة مجلس الادارة واطلاعه بمهمه في مساندة الفرق راضية الحقيقة جاني اكتر من استفسار على التليفون الكابتن محمود الخطيب لين النهاردة ما تواجدش مع الفريق الناس اعتادت ان الكابتن الخطيب بموجود قبل مباريات القمة بالذات والمباريات المهمة في دعم للفريق الكابتن الخطيب كان كم يوم فاتوا اجتمع مع الجهاز الفني واجتمع مع اللعبين وحسوهم على بازل كل المجهود وعلى التركيز في المباراة كمباراة مهمة جدا لكن يمكن شعوره ببعض الاجهات في الفترة اللي فاتت تحتاج انه يطلع لأحدى المدن السحلية عشان يفضل موجود فيها 3-4 ايام للراحة شوية من عناء الفترة اللي فاتت لكن الحمد لله صحته مطمئنة وبخير بإذن الله لكن من المؤكد انه كل مجلس الادارة والجهاز التنفيذي في النادي بيواصل العمل بجانب الاستقرار على دعم العملية الانتخابية والوفاء بكل الالتزامات مع السادة المرشحين اللي منه من النهاردة اللي مشرفنا الدكتور أحمد نبيل غيط دكتور حضاك كنت بتتكلم قبل الفاصل على المبادرة أهل بلا دوالي مش كده؟ طيب اتفضل حضاك كم اه احنا كنا نقول ان المبادرة احنا عملناها للأعضاء يعني والعاملين يعني برضو العاملين الحمد لله كانوا بيجوا برضو وكانوا مبسوطين للفكرة دي انهم برضو ناس يعني عايزين نحاول نهتم بيهم على قد ما نقدر هم اللي بيخدمونا وبيساعدونا ومنهم بالذات خصوصا العمال والناس الغير مكتدر يعني الحمد لله لقد اقبال عند الناس والناس بنتواصلة معايا بعديها وحد عنده اي استفسار عن اي حاجة عشان التعليمات لانا اديتها لهم الشراب لطبطوا انهم يلبسوا عشان يحافظوا انا بحاول اقول له انت في محالة حلوة بدري حاول تبقى تثبت عند المحالة دي عشان اللي جاي هيبقى اسوأ يعني والعلاج بدري بيبقى احسن مش عايزين نوصل يا دي نزل مبادرة احنا كل من نكون بدري ومواصل الحاد كانت الحمد لله فضل ربنا عضاء الاهلي كانوا في صحة جميلة يعني مواصل من الناس جاية الدولي في اولها فقالتهم اننا عايزين نزبت عن دي كده عشان بعد كده الموضوع بيبقى علاجه اصعب وبعد كده فمحتاج بعد كده تدخلات بقى عشان طريق اسطرة او واتفر يعني فيعني اتمنى ان شاء الله تكون يعني المبادرة دي يعطون تبقى مع الناس مكملة ويلتزموا بيها عشان في الاخر برضو يبقى احنا يعني الموجود وصل للناس بطريقة كويسة يعني النادي تفاصيل حملته الانتخابية او تفاصيل البرنامج الصحي اللي عرضه تقدر يا دكتور اه احنا ممكن بس نعلم اه اوكي بالزبط كده احنا التطبيق يعني احنا عزين نعمل التطبيق اللي عندنا موجود نطور فيه شوالي احنا زي ما عارفين انه دوت التوجه العام دلوقتي انا عزي التطبيق ده يبقى مصدر دخل للنادي فقام واحد ومصدر خدمات للعضاء عن طريق ايه انا مثلا عندي حاجز حيط العضاء اللي احنا قلناها قبل كده ان انا بيدخر فيها شبكة اطباء يعني فوق 200-300-500 طبيب بيشتركوا فيها بمراكز بمراكز اشعة وتحاليل وغسيل كده وكل التخصصات الموجودة عندنا على مستوى القاهرة والجيزة وستة اكتوبر الميزة في ان كل عضو او كل طبيب بيخش معي بدي التخاصم معين فيبقى فيها نوع من انواع منافسة ما بين الاطباء ان هو ممكن يعني ده انا داخل بتاتين هخش لدي التجراحة اللي زي داخل بتاتين تبعنا عايزة اكذب العضاء عندي اعمل اربعين لغاية ما نوصل مثلا خمسين ثم ستين تمام فده بالنسبة لنا فيها منافسة ما بين اطباء والمراكز كلها انهم ما يجذبوا احنا نادي الاهلي احنا فوق الربعمائة تلتمئة الف عضو بأسارهم الرقم كبير يبقى فيه ترافك عالي ده يفتح السكة اننا بعد كده ممكن الاستاذ والاطباء يحبوا او مراكز يعملوا دعاية عندي على الابليكيشن يبقى ده مصدر داخل النادي تمام فده بالنسبة لصحة الاعضاء ما غير صحة الاعضاء بقى عندي الى عروض الاعضاء اي حية غير صحة الاعضاء بقى بمعنى ايه نمسك سيارات كاوتش محلات حلويات مطاعم كل المتقسمة وتحتها الناس العرب الدين هيخشوا عن طريق النادي الاهلي عن طريق الادارة مفيش حاجة اسمها عشان صفحات الفيسبوك على الاسف مليانة بعروض وهمية يعني الناس بتغلي السعر ويعملوا عليه دعاية فالاعياده ميحسش بالفايدة فالناس دي مراكبة تحت سيستم احتشافينهم بيخش حط عروضهم عندنا وبتتلائب في كل تخصير برضو منافسة نفس القصة تاني 30% ثم 40 ثم 50 ثم 60 بعد كده يعملوا دعاية عندي فانا ده مصدر الدخل للدعاية اللي انت يبقى عندك او تطبيق الناس بخش تتعمل الدعاية عندك عشان تبادل الاعضاء هنيجي بعد كده على موضوع المطاعم مثلا موضوع المطاعم ده انا فيه بعض الناس طبعا بسبب التمارين وكده بيجلوا بالاولاد عايزين يخش بسرعة فهو يعني دوق وقته هيورد كده هيبقى صعب عليه يسيب الولاد يروح هيب مطاعم يطلب اكل ويرجع تاني فاحنا التطبيق زي ده موجود من غير ما تقول اسمه معروف يعني مشابه ليه موجود يبقى نفس الفكرة تخش تطب القدر بتاعك وانت في العربية وتستلمه بعد تلت ساعة دخلت الولاد التنبيين تروح تستلمه وترجع ده وقت مسته ايه كمان ده مصدر داخل النادي عشان انا انا لعمل دعاية المطاعم دي فلازم كنادي اخد نسبة منهم خمسة او عشرة في مين حسب مجلس ادارة ما يكرر ساعتها فده مصدر داخل تالت اه طبعا الشرع قري عندنا في مشكلة في النادي شوية عايزين نخليه يبقى عن طريق الحاجز مش عن طريق ايه المشكلة اه الناس كلها بتيجي الصبح بدري فاللي ما بيلحقش يجي الساعة سبعة الصبح اه جي سبعة وعشرة ممكن ما يلحقش المكان فبيمشي فلازم نستطيع بدي في وقت موقع لا الخدمة انا بجرب الخدمة متاحة على طول على الشرع قري اه يعني بس يمكن بي مضطر العدد معين في النادي الاهلي اه مضطر العدد معين علشان طبعا الكساب بس الناس تقولون بتروحوا في معاد واحد اه لا ما هو انا قصد عليه مش كده حياتي انا ساكن في الرحاب اه الشرع قري فموجود في الرحاب الدولة ما هو انجازه الالكترونيا دي مسألة تخص وزارة العادل بقى الملكة انا محوضاتك انا اقصد انا فيه طرقتين يما احنا نعمل اكسز معهم اه مش كتبقى فيها مشكلة اشان ده جوه النادي الاهلي او انا هيبقى عاملهم تنزيم داخلي الاثنين موجودين تمام بس انا عايز ادي الناس الابسن ان هو يخش يختار المعادل هو مناسب لي ويجعلي بدل من الناس كتاب تتجمع الصفحي يعني انا بحاول ارايح العضاء ممكن نرجع تاني الابليكيشن نرجع الابليكيشن تاني المصائف طبعا عندي ده برضو مشكلة في المصائف شوية في النادي ان هي من المونز يعني العهد القديم المصائف فيها هي وعليها قرعات وعليها ضغط العهد كبير بيزيد فانا فكرت الفكرة اللي احنا عايزين نتخلي المصائف تبقى حاجة كده شبه موقع معروف عالمي لحاجز السفر يعني دون زك في اسمه برضو الموقع ده التلتكة كلها لان احنا برضو هنفتح لجهات او اللي عنده بس معاكار عايز يأجره النادي الاهلي لمدة السف كله او في السف او في الشفاء بدل ما هو كان بيأجره بسعر اكس لا انت هتأجرولي كل ايام مش بقى عندك ايام فاضية فعواد له السعر اللي هو اللي بيه ده هو التخفيض ده فده هيبقى سعلي مخفض فلوص ان النادي برضو هتأخذ عليه النسبة صغيرة بحيث ان احنا يبقى النادي هو في مكانه كده الناس بتحجز عندك مئة الف عضو مثلا انت مش عايقين المصايف مش عايقين يحجزوا استفيد بهم خليهم يحجزوا عندك في المصايف دي ودخل منهم دخل ودي حاجة عايزة بس اتفاقات وعايزة يعني التنظيم بتاعها هو أصب حاجة دي برضو المتجر الالتروني ده أولا عايزة اخلي المعارضة الموجودة جوه النادي شنفتح لهم فرصة زيادة انهم يعرضوا منتجاتهم عن طريق الابليكيشن برضو يبقوا معهم يوزر بيخش يصور الحاجة بتاعته والناس تعمل الشوطينج عليه هو عادت مكانه واللي يعجبوا الحاجة ينزل يشتريها برضو احنا بنقل الناس زحمة في مكان واحد لشن برضو زروفة الاوبيئة وكصة دي كلها فالدوة تساعدنا فيها برضو قصة الكورسات اللي احنا عايزين نفتح كورسات تبقى موجودة معنا يعني انا طبعا دي هتبقى انا بتكلم عن كورسات برا النادي بس يبقى موضوع محدد ان احنا نجيب عروض للناس يبقوا فيه كورسات تبعا ندي وقت تخفيض ومنتهى سورة لغات الاطفال كورسات ادارة دخول سؤال عمل للشباب الخارجين كان دي كله مهم جدا ودي حاجة لما تحس ان انت كنيبتاك بيوفرها لك اعتقد دي خدمات قيمة يعني اجتماعية الناس محتاجاها فدي حاجة مهمة والمهمة بير برضه بالنسبة لي قوي 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 موضوع تقيم الخدمات تقيم الخدمات دوت هو العضو لما بياخدت الخدمة بيبعت للإدارة او بيجي له صورة كده تاك ادي كم نجمة تات نجوم نجمة واحدة تب ليه في مشكلة بتاك يوم بقيت دي حاجة جاية كده على طبع منفضة للإدارة كل الشكاوي الموجودة طبعا في شكاوي مهم قوي مثلا نوعية الأكل بتتقدم او مطاعم معينة مش بيهتمة بالأعضاء فلما تكون متقررة انا اقداني المطاعم دي هحط عليهم شهورت من الأول كده يا جماعة لو الرانكينج بتاع او توقييم بتاعكم تلع أقل من المتوقع احنا مش نجدد معكم العقود تاني فالناس المرتزمة تقدم أعلى قولة الأعضاء وهو يعني دوت حاجة يبيعت الأعضاء مش ظهر من الناس يعني بالنسبة لكده طبعا موضوع اللي احنا هذين برضو موضوع كاميرات في النادي في المناطق الحيوية لحب بوابات وكده شعن برضو كذا ما يحصل للأطفال بتفقد أو كده فالناس بتبقى في مرجعية انا خايفة اكون ابني حد خرج او مش عاد ايه بتوع الأمن ناس محترمين جدا في النادي اهلي يعني كومة الأخلاق والبروفيشنالي والاحترافية بس طبعا احنا موضوع كاميرات الموجودة في أماكن الحيوية دي بتساعد شوية ان احنا يعني على أقل مقام التفامنين يعني لقدر الله حص حاجة تبقى متشافة برضو فكرة اللي احنا برضو اللي يبقى موجود في النادي أبو أم صغيرين عايزين يتمشوا يعملوا رياضة معهم ارتفع أربع سنين فده خدمة لو نادي يقدر اللي يقدمهن تبقى حاجة ممتازة يعني أنا بالنسبة لي طبعا بتكلم ان هي تبقى الحاجات اللي هي حاجات الرئيسية بالنسبة لي وبتمنى تكون يعني يعني تحل مشاكل على الناس كتير وتسهلهم أمورهم جوا النادي الابليكيشن انت حرك متفاعل مع الابليكيشن بتاع النادي حلان ولا مع عندي أر نزله اه اه انا تطوير الابليكيشن تطوير الابليكيشن اللي عملنا وصرفنا عليه دا دا نفكر في التطوير دايما فانا شفته هو الابليكيشن طبعا كويس للاشتراكات دي خدمة كويسة في حاجة برضو ننسيت أقولها الأكاديميات برضو بتدفع عن طريقه يعني حد عنده ابن في أكاديمية أو مدرسة بتوع السباحة بيشتكوا بالموضوع الدفع للأزاح مقوي وبرضو احنا دي حاجة في اليومين الأوبئة دول لازم يبقى مهتمين بيها أي اشتراكات تبقى عن طريقه وإن الناس تبقى عن طريق اللي انت بتخش في المدرسة بتاع ابنك يهم ما بتسجل يهم ما بتتفع اشتراك أنا شايف إنها هتسهل لناس كتير إنها تشترك هتبتح اشتراكات اكتر بالتنظيم يعني كل ما بنسهل كل ما يبقى فيه عرض اكتر زي المطاعم دي تتتخل اكتر لأن فيها اسم الكسيدة تروح المطاعم لما يحجز يروح ستنين مرة واحدة هتزود الفلو عليه فكل حاجة تخلي بقى فيها ترافيك على كل السيرفيس اللي عشان كده بقول الأهلي ساعت هياخد جزء كفرسنت من المطاعم دي في الترويج اللي بيعملوا ليهم يعني حضرك تابعت طبعا السنة أو بداية الدورة الحالية اللي بتنتهي النادي وضع لايحة النظام الأساسي تمام حضرك كنت متفاعل مع الجمعية اللي وضعت اللايح لا ما تواجدتش عندك اي ملاحظات على لايحة النظام الأساسي في حاجات معينة لو انت في مجلس يعني اللي واحد تحط كلها طبعا بموافقة الجمعية اللي حكي كلها طبعا ما فيش مجال الكلام احنا بالنسبة لنا كلها طبعا كل اللي احنا عايزينه يعني ما هو خالين ندي فرصة ندي الخدمات للنادي هو دوت اللي احنا بنطلوب يعني مستوى الخدمات عادك تقييمك له ايه والله في العموم يعني الخدمات في النادي طبعا كويس طبعا احنا نتكلم في خلال بسرح دايما زي اقول حيك احنا عايزين دايما نطور مش بنتكلم من اللي احنا هنقول ان عندنا مشاكل يعني مثلا في حاجات تبقى موجودة طبعا يعني احنا الكمال لله واحد طبعا يعني انا مثلا كنت معدي على التنس طورة في النادي الاهلي كيش فاحنا نحتكين دايما الخدمات اللي احنا ندى كل ما نحسن فيها يبقى احسن عشان خاطر انا عايز ارايح العضو وفي نفس الوقت برضو انا بتكلم دايما بمنطلق اللي انا ما عملش تقلع الميزانية العكس انا عايز ادخل فوص الميزانية طبعا يبقى في ايراد داخل طيب واحنا في الملف الصح اللي حضاك مطلع به طبعا بحكم التخصص في النشاط الاجتماعي نفسه حضاك عندك افكار جديدة تضيفها للملف الاجتماعي في النادي احنا ممكن انه بس في الملف الرياضي الاول اتفضل اه انا شايف برضو ان احنا الشعب المصري بحكم ان انا عشت في فرنسا شوية وابلي يكت بس ان احنا ناس متقدمين جدا وناس عندنا فكر وناس اسكية جدا بس عندنا مسكلة لما يتحط تحت نقر التركيز فانا شايف ان السرقة الرياضية كبيرة عندنا يعني محتاجة دعم نفسي التأهيل لانه لما يتحط تحت تحت لازم يبقى عنده سرعة ازاي يعني قبول انه يتعامل في الموقف دوت يبقى متحضر لما يبقاش النواب يتتاجئ فيضغط فيفقد التالنت اللي عنده والزكاء اللي عنده والمهارة اللي عنده فدعم طبعا محتاج يبقى فيه اطباء نفسيين او اعمال النفسية او المعالج او اخصائي النفسي محتاجين يبقى متخصصين يعودوا مع الناس يتكلم قبل المطرات الكبيرة ازاي وده بطولة السوبر اللي مع الزمائك احنا كنا مطش كل اهلي كان هو اللي راكب المطش طبعا وفي الاخر حصل تشتيت في اللحظة الاخيرة مع الزمائك سجل الجن اللي خلص المطش صالحه وانا انا شايف ان هي طبعا يعني ماشي ان الموضوع بيحصل سترس او ضغط ان الناس بتفقد تركيز في وقت معين ده تأهين نفسي موجود في فرق العالمية كلها فده واحد بيسمع عنه موجود الجزء اساسي نتمنى يعني طبعا المنتخب مصري طبعا احنا نتبناله كل حاجة بس انا بينا ازاي الاهلي هو اللي في اللحظة دي اللي هيتلع لمتخب مصري مصري صحية فشايف ان المسائل محتاجة تعزيز القدرات فاحنا مرضو نحتاج نبقى في وعي اللعيبة ازاي يحافظ على نفسه ازاي يهتم بحالة البدنية نحطه في منظومة غذائية كويسة سيستم كامل اللعب يلتزم بي ولا يبنت بتحطه في منظومة مش هقوله اعمل او ما تعمل انت لاخل جوه منظومة بتلتزم بيها انت راجل محترف مش دي مش جاي مجرد بتلعب وماشي لأ انت راجل ده من اخر حياتك اللعب فانت لازم تحفظ على نفسك عشان يبقى الاصابات دي هتخلي سعرك يقل النادي نصف فيه فلوس انت تحتاج يحافظ عليه فبرضو حاجات بسيطة بس هتطول المدد اللعيب في الملعب هتقلل الاصابات وفي نفس الوقت اللعيب نفسه يبقى حتى سعره بيزيد ده المساء المحتاجة البداية من تحت من سنه صغير بالذات بالذات طبعا هو كل من يكون هو صغير وهو في اللوعي بتاعه عارف يحافظ على نفسه ازاي هتقلل الاصابات ما هو هيتطلع عنده البيزيكس باته كويسة والأساسيات عنده كويسة في حتة اللي انا ازاي احمي نفسي وحافظ على نفسي عشان هو لو هو لقدر الله اتصاب هو طبعا ده مستقبل الرياضي تأصف طيب بجانب تعزيز القدرة النفسية بقى ايه في برنامج حضك في الشأن في الملف الرياضي في الصحة عمتا عمتا ده هي بص في حاجات هنتكلم فيها كعضو عامل مش هتكلم فيها كمرشح تمام احنا دايما بنسعى للأحسن فأنا انا شايف مثلا بالنسبة للأكاديميات المعمولة عندنا أكاديميات رائعة وعندنا شغل بتعمل عالي جدا 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 بس بنحط فيه استثمارات كويسة وعادات كبيرة بس في الآخر المحصلة للناس دي ما بتوصلش للفريق الأول فأنا بالنسبة لي محتاج اللي أنا الأكاديميات يعني أبو صلى بص بس ما هي في جزء كبير من الأكاديميات تعليمي أو ممارسة بمعنى الأكاديميات دي وظيفة إيه مش دي تحضير الفريق اللي أنا باخد منه لا في فرق بين قطاع الناشئين في كل الألعاب ودي ابني عشان يمارس الرياضة بالزبط أنا بكامع مدارس الموجودة يعني مدارس اللي هو بفتوض بتطلع منها أنا شايف إن إحنا محتاجين شوية دمى إحنا عندنا أعداد كبيرة إن إحنا إحنا بفتوض بنحضر دايما يبقى عندنا لعيبة الأولمبيات الفرعة من دلوقتي من إحنا صغيرين وطبعا نتكلم بصراحة حتى لو الأهل بيشتري لعيبة من بره في الآخر في الآخر داخل في عمقها قوي بس يعني عارف الأساسيات يعني أنا بالنسبة لي إن مثلا فريق الأول بتاع الأهلي هتلاقي مثلا كان واحد موجود من درسة نشئين من الأهلي هتلاقي معظم في الآخر أنا بالنسبة لي عندنا تغرب كتن درسة نشئين زي كابتن عماد متعب مثلا من الناس اللي عدت علينا وكتناس يعني هدف رائع يعني وجامي من درسة نشئين أنا مش بقول اللي نحن نجيبش من برد لعيبة لا أنا رجل ورجل محترف أنت كنادي بتجيب الأفضل بتجيب الأفضل بس أنا برضو لما أنا أكيد في حلقة نقصة اللي أنا عايز أوصل أطلع بدل أنت أجيب ثمانين عشرين يبقى مثلا خمسين خمسين هتقللي التكلفة في الآخر اللعبة حتى اللي هتطلع عندي مش هحتاجها أسوأوا مباحهم مباحهم لأندي تانية صغيرة إيه مشكلة يظهروا ينوروا فيها هيحبوا يرجعوا فين تاني بعد كده على فترة ده اللي حصل دلوقت أنت عندك عدد كبير من الولاد الموهوبين أنت بتعيرهم بتعيروا عشان ياخد فرصة وساعات لعبة أكتر وترجعوا زي ما حصلت بسنادي ده بقول تقلم من أكتر هتكلم على كل المصور يده يكون في كلهم بلزبط أنا عايز أنا عيني كلها على الأنبيات اللي جاية اللي أنا عايز أحضر ناشئة كامل أن الناس دي كلها تبقى فعلا واخد حقها وفي نفس الوقت الأولياء الأمور دول بيصعبوا علي أن هم يعودوا بنزيل خمس سيام من وقتهم يعودوا مع الأولاد وسيبين حياتهم وأشغلهم فلازم أحسسهم إنه حتى الولاد لو أنا ما اخترتوش أنا هسوقه وهي العب في مكان تاني يبقى هو القبط طبعا يتمنى يلعب في نجي الأهلي طبع بس إذا عنده أوبشن الولاد يحتاري في مكان تاني أو يعطي مكان تاني أصغرت من الأهلي مش هيزعب في مجهود هو ضياعه مع الولاد في الأخير حسسه أخذ سمار بس هو هدف ويبدو في العمر يجعل من الأهلي أي ايه تاني في أفكار حداك في البرنامج الرياضي هو ده مش برنامج أنا بتكلم دي كانت مقترحات يعني أنا برنامج تاني مندي الصحة والآت والتطبيق لكن إحنا نتكلم في المشاريع اللي هي الرياضية إن إحنا نتكلم من حتة التطوير اللي دائما بنتملنا من وجه النظري كعضو عامل عشان برضو أنا مش موجود في المطبخ اللي موجود في مجلس الإدارة يعني اللفظة أصدر مش عارف تفاصيل في حاجات تفاصيل كتير كده هو بس الحاجات بتبني وفي نفس الوقت نبقاش عليها زهور بين الإجابة بتاعتها عشان كده بنا بتتنقش هنا كعضو عامل مش مقصود بها طبعا أي حاجة خالص غير اللي إحنا نعزين مصلحة النادي كلنا أكيد حالك متواصل مع الأعضاء في كل حدايا النادي في كل الفروع لأقد ما بقدر الحمد لله مفيش أي مشاكل ومفيش أي معوقات وفرص الاتصال المباشر متاحة للجميع ما بالزبط طبعا يعني كنت نهذا قاعد مع جروب كده والله يعني دي من الناس الحاجات بتفرحني يعني وليهم وكاراتي تمام هما الرياضين الموجودين فهما بيطلبوا إن ساعات الأولاد مبقواش متمشين مع اللي يابتين دول عايزين يتوفر اللعبة تالت ففدع التنس طولة لسه مفتوحهم من قريب فهما بالنسبة لهم حابين يبقى فيه زي نشاط اجتماعي للأطفال يلعبوا يرسموا يعني يبقى فيه اهتمام مختلف كاجتماعي مش غير الرياضي كمين يبقى موجود فأولي دكتور تقدر يعني تساعدنا في قصة يوتوب بص يا جماعة يعني ربنا قرمني أو ما قرمني ش دي حاجة ده نتكلم فيها ما أعتقد زوال احتياجات ليه هم موجود موجود فيه برنامج لرعاية زوال همم في النادي موجود بس هو هم يعني بيتمنوا يبقى فيه انشطة اكتر يعني بس يعني هو القصة كلها في كده فأنا طبعا المتاح أنا عايف احنا عندنا ميزانية وميزانية برضو يعني يعني فيه التزانات بس طبعا هنتطرج بعد كده الموضوع للشركات فده يبقى فكرة قدام الدنيا تبقى مفوت تبقى أحسن ان شاء الله قلت له ان شاء الله نتكلم مع أي حد ممثل الادارة خلي احنا فترة دي بس قلها يعني صعب الانتخابات بعد الانتخابات يعني أنا ان شاء الله معاكم وإحنا عايزين برضو ما بقاش فيه سيقل على النادي وفي نفس الوقت برضو يبقى النادي الولاد اللي هم زو الهمم حاجة مميزة لنا أنا شايف والله هم دول بركة النادي يعني فعلا هم دول لو فيه خير للنادي طبعا ولادنا بزبط كده بزبط حظك لمست تغيير في طبيعة مجتمع النادي دلوقت عن مثلا لما بدأت انت عوضه في 94 اتغير مجتمع النادي شوية مجتمع كفكر ولا كفكر كاهتمام طبعا من الطبيع اللي اتغير بحكم الأعداد الكبير والمقرات فيه اهتمام بالرياضة دلوقتي بقت زي الأكل الشبه في البيت يعني ممكن حتى متوسط الداخل بس بالنسبة الرياضة دي جزء المرمن المرتب ويطلع حتى خطر أولاده الثقافة دي على عيام ما كانت موجودة ونحن صغيرين عشان كده دلوقتي المدارس كلها الأكاديمات ربنا يعين النادي الاهلي كمية العضاء الكبيرة دي كلها ان هو بيحاول يغطي عليهم في كل التمانين زي السباحة والهاندبول والبول كل الكلام دي كل فأنت عندك عضاء كتير وكل الناس مفتنوية بالرياضة ودي حاجة حال وعشان كده هي دي أمنيتي اللي نستغل لها على أكمل وك ففي حلقة مفقودة دايما اننا عندي المدارس دايما بتفرز وفي نفس وقت زي ما افرز وهات من برد هات تنتدي أهلي انت صعب يعني انت بتلقاط الأهلي دي ده واربع كبه من بره هو ده بتتكلم فيه بحس ان انت تقدر ترعى أكبر عدد من الولادة بالزبط بقول لها عليك أصلا انت اللي مش هتاخده بيعه بيعه انت عندك مدارس أرقام كبيرة ببيع تدخلك داخله وفي الاخر يقول لها عليك هو هلين أمنيتي ويرجع تاني وهيزهر وهينور وهيجيب رؤية اننا عندنا عشرين نادي أهلي على مستوى مصر على جميع محافظات كلها انا شايف النادي الأهلي ده أقل حاجة على مستوى الانشاءات المنشآت الموجودة طبعا هنتكلم على الحاجات التي تعمل مثلا الستاد التي تعمل دلوقتي الحاجات الجميلة جدا انا بحكم عاشت في فرنسا فترة حتى بعد سنة ديجان وكان على البار ده حلم عندي فهنا طبعا ده يعتبر يعني احنا عايزين نادي الأهلي احنا الحمد لله نادي مصري أفريقي عربي أكبر نادي مصري عربي أفريقي بس احنا على المحاك العالمي فاحنا بالجناهير دي كلها احنا مش مش اقل من الاندي الكبيرة العالمية عندك كل الممكن الاندي عالمي واحنا نادي عالمي بس احنا هتكلم الاستاذ ده هيفرقي جدا معنا طبعا على مستوى الداخل على مستوى الشكل بتاعتك اللي انت داخل تعمل المطاقات بتاعتك اللي هي بتاعتك موجودة والتزاكرة بتتباع والديجتاليزيشن وبرضو هنا توجه الرقمي اللي أنا عايزه هيبقى موجود عندي هنا استاذ الاهلي ده الحلم التاريخي لجماهير النادي الاهلي مش بس اعضاء وعشان كده هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنسأل الدكتور احمد نبي الغيط عن حلم الاهلي التاريخي اهلا بحضرتكم جديد متواصلين معاكم والاهلي ينتخب عشان الاهلي ينتخب لابد ان الصورة تكون واضحة قدام كل السادة اعضاء النادي اعضاء الجمعية الاممية من خلال استضافة الاهلي ينتخب تباعا كل يوم من 10 ال 11 ونص احد السادة المرشحين لمقاعد مجلس الادارة المختلفة اللي هنقول لحضراتكم اسمائهم تباعا لانتخابات 26 نوفمبر معنا النهاردة الدكتور احمد نبي الغيط دكتور كنت بتتكلم قبل الفاصل على الحلم التاريخي استاد الاهلي وانت موجود في فرنسا بتقول لي كنت بتبص للاستاد وانت عندك الحلم ان الاهلي يبقى عنده ملعب زي كده ازن الله ازاي هو طبعا الناس يبقى فيه تخطيط ونازل بقى فيه رؤية فطبعا نحن حطين دايما ميزة الاهلي ان احنا كمجالس ادارة يعني بيجي مجلس بيكمل رؤية تحطت قبل كده احنا ودي حاجة اعتقد مش موجودة في مصر او في افريقيا او في الشرق الاوسط التتابع دعنى حد يجي كم الشغل حد والناس بتقول الفضل للمجلس اللي قابلي بمنتهى الفخر تقاليد مفهاش كلام بالزبط كده فاحنا انا بالنسبة لي طبعا نتكلم على موضوع الاستاد دوت انا شايف طبعا الاستاد ده هيبقى مصدر دخل النادي يعني مهم جدا هيفرق في المزني هتطبعا متابع انه مجلس الادارة الحالي كان انشأ ثلاث شركات بكيانات مختلفة استاد شركة الاهل للانشاءات الرياضية هتكون معنية طبعا بملف الاستاد وشركة الاهل للخدمات الرياضية وفيه شركة الاهل لكرة القدم فمؤكد هتوقف معا بالزبط طبعا هي نفس القصة كلها ده المتبع في العالم كله وشان كده نقول احنا الاهلي نادي عالمي او متجهين العالمية بقوة لان احنا ده الاساس لازم عندك الانفراستركشل او البنية التحتية لكي تبقى في المكان ده طبعا انا شايف ان هي طبعا حاجة كويسة جدا لما احنا نفصل الميزانات تعتقد النادي عن طريق الكورة ان هي طبعا الاهلي النادي في الشركة طبعا عن طريق ان ده النادي الاهلي فده اسم الواحد يخليه في الاستثمار قوي جدا نفس كان بالنسبة لمنشآت نفس كان بالنسبة للخدمات اللي انا بس بطمح فيه اللي انا نفسي ان شاء الله يبقى مقطود طبعا اكيد انا برضو مش مطلع على المطبخ اللي بيتم ايه جوى التخطيط بس احنا عايزين يبقى فيه طبعا الرؤية بتاعت الشركات دي ده جانب الانشاءات المختلف الفروع المجتمع تغير والنادي تغير تجمع وزايد طبعا طبعا فانا بالنسبة باتكلم في نقطة معينة ان احنا يعني احنا مرنا بالوباء اللي عد علينا دوت زي الكوفيد دوت اثر على العالم كله تمام وخلى ان فيه مشاكل حصل في كل الانديت العالم مش النادي الاهلي في فترة دي فانا محتاجين يبقى برضو شركات دي عشان نطمن ان شركات مشاكل قدام يبقى فيه باقة بلان لقدر الله حصل وابق تاني الشركة لقدر الله حصل فيها مشكلة ما تشغط لقدر الله وحصل اي حاجة او اي كارسة عالمية تاني يبقى تانية تبقى موجودة جوا الشركة تخلينا يبقى عندي باقة بتزود الداخل وفي نفس الوقت تبقى الشركة مستمر تاني نرجع تاني مثلا يعني جاءت الفكرة في النهاية النهار دا والله مش بحضر يعني انا جاي مثلا ازاي فكرة التطبيقات المعمولة عالميا انت بتعمل التطبيق في اللعيبة بتاعت الاهلي والناس تخش توقع المواطشات ويبقى عليه فلوق احنا فوق المئة مليون مشجع اهلي في كل العالم انت بتخلي الناس دي كل احنا تخش على تطبيق معامول على شركة الكرة انه بيجمع الناس تخش تتدي توقعات وفيه تشارتات بتعمل في الاخر وكلام ده كله الفلوق ده الواحد مبالغ ما ليه طائرة فانا اسم الاهلي ده يازم استغله فاي بيزنس بعمله لانا انا الاهلي دي حاجة لها تمن فوق الابقى في كل حاجة بها اتباع يعني اخير ما ينفعش حط كل القفص زي البيت كله في الباكت او النفس القفص انه محتاج لانا يبقى عندي افكار متنوع ان بيزنس صراحة مكنش مستعد فانا عايز بقى انا افكار كابن الاهلي وعايز اخدم النادي لازم عندنا باكا بلان انه لو حصل حاجة زي كده الشركة دايما ما تتأثر انا عندي بيزنس تاني شغال جواها بيدخ الفروس كتير حتى انت كحد مهتم برضو بعالم البيزنس انت شايف فكرة تحويل قطاعات النادي في الشركات التلاتة لشركات مساهمة تطرح اصم في البورصة شايف الفكرة ايه والفرصة خطوة ممتازة طبعا احنا كل القصة كلها في الاخب ان احنا ده ده الاهلي تاني ده ما بيقول ان الاهلي هعمل كذا ده الوحدي استثمار كل رجال اعمال بممتاز ثقة بتيجي فهي الفكرة ما فهيش فكرة انت فصلت ده كله عن ميزانيات بتاعة النادي انت كلها كل ده ببقى مفصل فده هيدي فرصة لتطعيم ودعم اللعب التاني اكتر اي انا عايز بالاخل برضو ما عايش انا طبعا الكون هي الاساس بالنسبة للنادي الاهلي بس برضو اللعب التاني انا راجل بحب الهندبول انا راجل بحب الباسكت انا راجل بحب كذا عايز ادعمه مؤثر فده يبقى فرصة الداخل الداخل متأثر وشركة دي بتصرف على نفسها وشركة دي بتصرف على نفسها وشركة دي بتصرف على نفسها شركة تلعب اللي موجود على ميزانيات خليص انه دي يبقى المبلغ الفرصة الداخلة تحسن القصة دي كلها بس بشرط ان احنا نبقى طبعا في رؤية وفي نحطها نمشي عليها وهي وتبقى رؤى بعيدة المدى زي ما احنا متعودين زي ما احنا من ثمان سنين عارفين ان في تجمع يتعامل زي ما احنا ما عارفش من كم سنة كل ادارة عمية حاجة هي دي القصة كلها كاهلي رؤية موجودة واحنا كلنا مكملين عليها ايه تاني عايز تقوله لسادة العضاء والله طبعا يعني انا سادة العضاء الجامعية العمومية طبعا يعني بشكرهم جدا الناس اللي قبلتها وكان استقبلها ليا كويس جدا والحمد والله الناس كانت متفعلة معايا جدا سواء على سوشيال ميديا او على الأرض الواقع يعني موجودة على ناحيتين والناس اللي شضافونا في المبادلة وانا اعرف الناس دايما عندها الوعي والزكاء انها تختار مين يمثلها بس يعني حاب بقولهم انه رقم واحد في قسم احمد قولي طيب كرة القدم وانت بتتكلم بتقولي في الفصل كرة القدم دي حاجة اساسية وكبيرة شريان ايه بقى زكراتك عن الكرة زكراتي عن الكرة وانا بلعب وانا صغير اه طبعا احنا طبعا المواطشات اللي هي متنساش طبعا النهائي بين الاهل والزمالك كابتن ماجدي افشا والقاضية يعني دي من الحاجات اللي انا يعني بالنسبة لنا يعني كلنا يعني اتشأللنا في الهواء وانت دكتور ولا مهندس ولا الناس كلها فرحانة فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا يعني دي اكتر حاجة كانت مؤسرة فيها في فترة الاخرانية يعني كان فعلا كان جون جي في وقت يعني كان وقت قاتل وفي نفس الوقت القاضية بالضبط فدي من ضمن الحاجات الزكات بالنسبة للحلوة طبعا في 2006 مع الصفاقسي كابتنا ابو تريكا الجون اللي اللي تنسيش فدايما احنا الاهلي يفرح طيب في كرة القدم عندك افكار لتطوير الكرة طبعا يعني انا بحب قد يعيش لخباز يعني في الاخر يعني طبعا منحب كلنا نقول اراء بس كلها في الاخر برضو لازم اراء مبنية على اساس علمي ودراسة احنا الكرة طبعا تاني احنا وصلنا الحمد اخدنا افريقيا اخدنا الدور عطوة بناخدوهم مستقل الاستمرار فلازم يقب فيه طموحات اعلى من كده طموحات بعد كده مفهود نبص على كاس عامل الاندية ان احنا نخش نفس فيه بقوة فانا شايف برضو في الاخر ان الفكر الاستثماري الجديد اللي الممكن يطبق لازم يبقى عندي لعيبة في الاهن نجوم كبير اسامي كبيرة اسامي دي تخش تجيب بطولات زي دي وعيبة دولية ودوت طبعا هيتمنى لما يكون فيه فلوس جاي جاي زي دا اخش في برسة العيبة بالالقام الكبيرة دي فاحنا طموحات نا كبيرة دايما كنادي احنا عايزين دايما نبقى فعلا نبقى الاهلي بجمهور دا انا شفت بره انا كنت عاد في حتة مدي جونز صغيرة دي كده وليها جمهور وكده حوالي 100000 كلهم بس طيرين بهم فتخيل انت عندك فوق 60-70 مليون مشجع على مستوى فريق ينزل في اي مكان على ارض الوطن العربي او حتى بره في اوروبا لو يروح لمشجعين وكده في افريكا وفي ميد الاست حتى الدول فرقة الاوروبية مهما كان وصلت العداد المشجعين لها انت عندك حتة ميزة دي لازم دايما تخليك بوصصة لانت تبقى رقم واحد لقدام انا شايف ان احنا فترة لازم نبص لحدة العالمية بجد مش لانا عايزة اعمل اداء مشرف في بطولة العالم لأ انا عايز اوصل انا فعلا نادي هو داخل انافس على البطولة يبقى محترم لكبت محمد صباح يبقى داخل ينافس على البطولة مع الاهل احنا صدقين حبر صحيح طيب دكتور وانت عيشت في فرنسا زي ما حدق قلت فكرة النادي بالتكوين بتاعه اللي موجود في مصر ما اعتقدش موجود برا لا فكرة ان في نادي لو نشاط اجتماع ولو اعضاء ولو جمعية عمومية ده مش موجود لا فكرة برا اصلا النادي مش مش فكرته انه يبقى نادي اجتماعي هو فكرة الرياض دي بس وفكرة كلها ان الناس ده رياضي كمان في لعبة او لعبتين بالضبط كده وفكرة ان برضو الجو عندهم الناس زي عندنا يعني مفيش فكرة الرياض ده يعني هم بيجروا في الشرق ده كلها اندورس لكن احنا كناية دي ومجتمع يعني لا احنا عندنا ربنا بيدينا جمال وجو يعني مش موجود برا فده بيدينا برضو حاجات تخلينا المتميزين هم القصة كلها طبعا بحكم حياتهم عملية اوية سريعة طبعا كل حاجة بيحب بها تبقى براكتيك قوي يعني النواة دي للتدريبات يعني حياتة تنور وحيات في النادي او نفيش حاجة اسمها كده نحن 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 الحمد لله يعني الحمد لله عندنا حاجة كويسة يعني ايه الافكار الاستثمارية التانية اللي حدك شايف ان هي ممكن النادي ينم بيها مواردة افكار الاستثمارية برا الشركات التلاتة او او في الشركات او براها حزب ما يترع انا كل حاجة طبعا انا مش محضة في فكرة معينة احنا نتكلم في حاجة كبيرة لها الناس مختصين بس ممكن اقول ايه ان انا اي حاجة احط فيها اسم الاهلي يعني اضع مباشرة انا عندي عشاء في كل حتة في العالم فانا اعمل تطبيق عليه التطبيق ده هجي فلوس حرك قناة الاهلي على اليوتيوب الوحدي عمنا مشاهدة دي احنا مش بتكلم عن مشاهدة بس مباشرة دلوقتي كل حاجة هتحط فيها اسم الاهلي هجيب فلوس عشاءك في كل حتة فهي قصة كلها فانا بالنسبالي يعني الاستثمار اعمل مستشفر الاهلي مسلا لا يعني كل ما في برنامجك يعني لا دي انقص دي بالنسبالي طبعا ده حجم كبير من الفكر ومرضو ما قدرش تتكلم ما يكون عامل الدراسة يعني هبقى كلام مرسل قوي فانا طبعا بنتكلم طبعا ان احنا بالنسبالنا كاستثمارات طبعا انت يعني احباء الاهلي في كل حتة اعم فانت يعني هتعمل ايه الناس دي مش تراتيجي جزيرة ومش تيجي وتعملهم منك حتى لو عملته زي فكرة التجمع فرع منفصل تمام فالناس حبة تبقى في الاهلي فده فكرة برضو موجودة هيفرق مع ناس كتير محبة للنادي هيبقوا عندهم ثقة انهم يجيبوا ولادهم يقعدوهم يدربوا عندهم في النادي من الاهلي طلعوا جوا الاتماعي موجود يعني انا شايف دي ده حلم برضو يعني يبقى احنا عندنا اكتر من عشر فروح طب تمش بيبقى لود على الادارة انت بتكلم في ادارة بتدير مقرات مختلفة طبعا طبعا بس احنا تكلم رؤية تسلسل اداري ميش حاجة اسمها ان مثلا رئيس النادي الاهلي شايف كل الفروح في وقت واحد يعني بني الان بشر في ادارة في تنظيم كل فرع ماشي بنفس الانشاء موجود في فرع التاني سواء ده فرع اجتماعي او ده فرع رياضي وتفل هي منظومة في منظومة انت الخدم والانشاء لانه حصل تطور كبير عما كنت طبعا لا التطورات انا ارجع علي في تطورات دايما يعني على مستوى الادارات كلها مش بنتكلم برضو حد بعين كل الادارات بتعمل التطور دايما وده الحلو في النادي احنا منشآت هو برضو طلب يعني انا برضو ده الطلب مني قالولي لو انت عملت الطلب ده هتكسب في الانتخابات لو انت عملت قبل الانتخابات لأ لسه لانه انا هاول لده وحالك عمله ومش عايز يعني يعني حالك بقى شوف لي ما سكة فيها طيب اه 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 الجزيرة طلبين يبقى فيه فاركينج فطبعا في الجزيرة اه مطلب الناس كلها بتطلبه بطريقة يعني فانا هو فقروني كنت يعني 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 ما فقر لهم برس صندوق فانا انا شايف في موجة نظر المتوضع ان هو طبعا يعني لازم بقاليها حال ليه ان هو في اخر الناس دي بتيجي تقعد خمس ست ساعات مع ولادهم في التمارين او قاعدين ففي براكينج تبع محافظة بيدفع فيه فوق خمسين ستين جنيه في المرة فتخيل بيجي اربع خمس ايام بيدفع فيهم في ميتين خمس جنيه في الاسبوع رقم برضو يعني الف جنيه في الاسبوع ده رقم على اسرة جاية اتضرب ولادها اعتقد الرقم فيه مبالغة لا لا انا كانت هناك اول ساعب اول 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 برضو الابرا فتحين برضو بفلوس معينة بس الابرا اقل من كده ومستشفى المعلمين اقل من كده بالضبط يعني احنا ينفع يبقى في يعني على مستويات العليا في النادي ومع الجهة مع الدولة يبقى بتاع المحافظة ده يبقى في مسلا سعر سابت او يعملوش طلاقات انا انا يبقى في الاخر المبلغ وفي نفس الوقت انت دماغ تاخدش تركاتك بكلها مرة واحد يعني في حلوط برا الصندوق ممكن تطرح مش تبقى الناس عايزان ماء في ماء بس هتساعد ان الناس تحس ان هي في الاخر احنا اخدنا الندي ساعدنا في الناس بيحلموا بجراش تحت الارض فطبعا دي لاجنة هندسية لازم تقولها مش وطبيعة المنطقة طبعا بالزبط في الاخر يعني انا ما يقولي كده فبقوله يعني اعتقد في مدينة نصر الجراش حل المشكلة تماما طبعا طبعا لا ده كل يوم كنت نطلع العربية بتتشارب الوينش وكده فطبعا الموضوع فرق مع الناس وعادي انا شخصيا اتكلم معك بصراحة يعني كنت مشكلة دائما وضع الركنة انا من الناس اللي بحب اخش المكان احط رابيتي تعود على دو برا في هدوء اه واخش انزل اشرب قهوتي وامشي فقبل كده كنت واشي الهم بقى اشوف ركنة واطلع فوق رصيف سايس ياخدني رصيف كده فسحني فطبعا بالنزل دلوقتي الموضوبة احسن كتير بس هو اتأخر شوية في الانشاء يعني كنا بدري بقى احسن هو بس اتأخر شوية فهو رائع وتجهيز كويس وعليه وعليه كاميرات فانا برضو السؤال اللي عايز قاله احنا ليه مش حطين كاميرات جوه النادي ليه بيترائب بالكاميرات وجوه النادي نفسه يعني نسحب سلكتين كده وحطوهم جوه يعني حاجة عبابات رئيسية على الأقل فدي ان شاء الله بتمنها حاجة مهمة يعني ودي من نسبة لندي قاله مش مش حاجة يعني بس في العملية في الانتخابات يوم 26 النادي كان معنا الدكتور سعد شالة بن بارح مقدم تسهيلات كبيرة في عملية الباركينج في الجزيرة في الجزيرة يعني يعني نادي لا واخد الجراج بتاع المحافظة اللي حدا اكتشارتي إليه بالإضافة لجراج الأبرا جراج ميدان التحرير جراج التحرير المقفض مستشفى المعلمين يعني كل الجراج مجانية في اليوم ده مجانية في اليوم ده مجانية 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 متواصلين مع الناس ما فيش مجال اللي احنا معهم اتفاقات يعني نعم اشتراكات بالسعر المخفض للأعضاء وفي نفس الوقت هم هكسبوا فيها فلوس كويس عشان خاطر هو واخد اشتراكات مرة واحدة والأعضاء نفسها يقول لحدك ما حدش هنتظق يعني انا مني ما حدش بيكي خمس أيام هو هتحسبه خمس أيام بسعر أقل مثلا يعني هي حسبة فلو فكرة زي كده يعني نقدر نعملها تبقى حاجة ممتازة الناس تحس باهتمام فيها حمامات السباح الناس برضو بدأت من الناس بتكلموا فيها موضوع الفرق طبعا تاني عشان عندنا المدارس فيها عادات كبيرة وانا الاهلي ما بدارش يقول لا الأعضاء في الأكاديميات أو المدارس انهم بيدخل أو التدريبات فالعادات الناس طلبة يبقى فيها حمام السباح للأعضاء ينزلوا فيها هم القصة قولها بيدخل احنا كأعضاء في الجزيرة بالذات بقى يعني ما هي تناص يمكن بتاع الأمواج اللي وراء ده شوية فيه احتمالية ممكن يروحوا لكن تقول الجزيرة عندهم مش مكان تاني لشان الجزيرة أصلا صغيرة فهو حتى لو هو نظرين ماينفعش الناس بحيس انها مش متواصلة مع فريق العمل او فريق الادارة الموجود دلوقتي يعني مفيش تواصل بينهم هي بس انا بحب فكرة مش هينفع اقولك مش هينفع عشان كذا 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 وخلاص انا معانيش حل بس القصة كلها في موضوع شوية مفيش ردود او الناس بتفكر لسه تعمل ايه فهي القصة كلها على مستوى النادي بس انت حالك شرط لانه انت في النهاية بتتكلم في مساحة انا عملي بص عادي انا بقول يعني مش بحاول دايما انا يعني هنا انا في النص لكن في المساحات المتاحة سواء في الشيخ زايد او في مدينة نصر اعتقد في توسع حتى بس فهو يعني احنا بنحاول ان الناس بقى تواصل بس انا بحب ان انا بحكم حتى ادارتي في شركتي او مع المرضى بتوعي انا دايما لعيان دايما اقول المريض اقول لنسبة نجاح العملية 90% بقول 10% المصري مش بتعود على كده اتعود ان حد يقول لأ العملية ان شاء الله خير او يحصل ارتجاع يحصل كذا كذا او بعد الشهر حتى المضاعفات لازم بتكلمها معي انا طبيعتي كده بحب محدد وواضح مع الشخص اللي قدامي الشخص قدامي مش تازم اقنع كل الناس يعني ممكن يبقى فيش اجاوي مبالغ فيها وفيش اجاوي فعلى مهمة فانا بالنسبة بس انا لازم تتكلم على الانشآت انه برضو احنا ليه في يوم الايام ما نفكرش دماما احنا بنحلم بقى يبقى فيه ميني قرية قولمبية للمدل الان تبقى حاجة بقى فيها كل الالعاب مجمعة فيها مش قرية قولمبية طبعا كبيرة بس تبقى حاجة من دبن الحاجات ناخدين حاجة في العاصمة الادارية مقر الرياضي الواحد بالزبط وفض دي بقى كل الناس دي كلها تروح هناك تتدرب هناك والنادي يعني بقى فعلا بقى انت هو ده النادي رياضي قرية قولمبية ناس قاعدة فيها اولياء الامور سعيد هيقولك ما احنا عايزين نروح مع ولادنا نروح هنقلب لنادي اجتماعي تاني على هناك يعني لا اي مكان عشان خاطري لازم فيه رولز لكن انا بتكلم مثلا ايه احنا سحبنا كل الفرق الرياضية اللي عاملة مثلا ضغط في النادي يعني 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 خاص النادي يا جماعة عدو هنسيب فرق معينة هي السن الصغير مثلا ونخلي الالعاب الولمبية الهناك او العمار اللي هي المتوسطة في المفوق وهي بقى مش قرية حضرتك يعني مني قرية الولمبية نعتقد دي فكرة تتحقف في مشروع الاستاد لان انت لما هتتكلم على استاد هتتكلم على كل ما يتعلق بقرة القدم معاه مثلا ففيه افكار كتيرة حلوة وفعلا هتسهل النادي وفي نفس الوقت فعلا هتخلي يعني ايه فيه سلاسة في كل حاجة بس طبعا احنا نجم طبعا العضو يبقى قاد يعني بيكلم مش شايف الدنيا قدام ومشي ازاي لكن انا رأي موضوع فصل الكرة عن النادي كشركة وبرضو خدمات السفر ومنشآت التالة شركات دول هي مفروض انهم يبقوا خطوة كويسة بالنسبة للفترة اللي جاي نا طبعا انا دلوقتي انا بالنسبة اريز ادعم العب تانية عايز اديها حقا برضو تاني نتكلم بصراحة مش هننكر ان الكرة هي وخد كل اهتمام انا عندي ريوات تانية برضو مهم انا عايز ابقى في المجرى العالمي ناس ولك احنا عايزين مايبقاش هدفنا افريقيا احنا خلاص ما عندنا مرحضة الحمد للله لا انا عايز يبقى هدفي الأولمبياد انا كان لعيب كويس والجنس طب ليه انا عندي انا عندي منظومة احطها محتاجة دعم هي القصة كلها فلازم نتوجه للناس دي شوية عشان في الاخر هما دول برضو الميداليات دي كلها في الاخر برضو ميداليات الفردية في الاخر لها تمن لعبة جمعية بيعود قطع نفسهم بطول بحال عشان ميداليات كانت عندك اللعيب واحد في لعبة فردية يجيلك ميداليات دهب للأولمبيات او منتخب مصر حاجة كده انا بتكلم برضو على اسم الأولمبيات وعلى مصر وعلى العالمية يعني نازم نبص لكل الزوائي يعني اي تاني هاتم عندك يعني يعني احنا بالنسبة لنا بس دي النقاط اللي فعلا الفترة تتعيشتها مع الناس ان الناس بيبقى عندها تطلبات ومحتاجة بس حد يسمع لها والناس يعني بتسمع وتتكلم والناس بتتناقش بس طبعا عدم الاهتمام بيزعل الناس بس كده على المستوى الصحي حتى انت اشرت في البداية لان القضية قضيت الوعي بزرط ايه اللي يجب انه يبزل لتنمية الوعي الصحي عند الناس بالذات اعضاء النادي طبعا المبادرات بتعمل دي كلها يعني احنا برضوش بتوجه الدولة لدولة لموضوع الصحة يعني سيد الرئيس عن المبادرات مئة ميليون صحيحة السيدات وسلطان السد وكام كله الحياة كلها يعني غير مسبوقة غير مسبوقة واحنا مفروض كنادي اهلي يعني انا بعتقد نفسيا احنا نسبة كبيرة من المصري جزء من المجتمع بالزبط جزء كبير جزء كبير ومهم فلاس دايب احنا الابوالين في المبادرات دي جزء وهي بتحصل فعلا موجودة عندنا انا بشوف حملات كتيرة بتبقى متفاعلة مع النادي بالزبط يعني صراحة نلاقي فيه مبادر محتاج يبقى فيه رؤية مختلفة يعني محتاج لنا يعني يبقى فيه تنظيم مفيش حاجة سمعت تبقى ايه الناس تعرف بالصدفة لازم يبقى عندي يقال عشان التطبيق برضو تاني رجعله اللي انا عايز عامله ده قال تدبعت رسالة لكل الناس يا جماعة فيه منظومة فيه مبادرة تكزة موجودة تاك من خمسمائة الف وحد نفس اللحظة جاءت لرسالة فيه فيه تطبيق ده يجبع من كل الناس انت هو في آخر انت حاجة كلها احنا مشاكتة العضاء دلوقتي على صفحات السوشال ميديا حاجة يتفرج عشرين جروب وكله بيتقسم وكله بيتكلم وما عرف مين عمل تخفيض ايه جماعة يقول لي ها اجمعو هنا كل التخفيضات اجمعو الدنيا ما فيهاش رقابة الدنيا متنة ورا عايزين كله ده في تطبيق واحد وهو احنا عند تطبيق بتاعنا موجود عايزين نطور فيه طيب احنا بيدهمنا الوقت يا دكتور ده الوقت عاد في صرح جدا كلمتك الاخيرة للجماعة العمومية وانت واحد من المرشحين اللي مقدم اورائك اليوم في دقيقة تفضل بزبط انا بقول للجماعة العمومية يعني طبعا حضراتكم عندكم القدرة على اختيار من يمثلكم ودينا قلتها قبل كده وربنا يولي الاصرح كلنا كلنا بنغني من الاهلي كلنا عايزين نغني من الاهلي وانا بتكلم دلوقتي الكلام ده هيتسجل لانا سواء ربنا كرمي ان شاء الله بدعمهم او لقدر لله ما حصلش انا مستمر في دعمهم وموجود في تقديم الخدمات الانا احنا عايزين نغني من الاهلي دلوقتي الحمد لله ظروف متاحة وفي الاخر برضو اقولهم تاني انا رقم واحد احمد غير عندك اي حاجة تحبت تضيفها كان لك اي ملاحظات لا الحمد لله كل حاجة قلناه وبشكو حك ترشح بتاع عضوية مجلس ادارة اسئلة كانت في منتهى البساطة الحمد لله دكتور احنا في الاول وفي الاخر هدفنا النادي الاهلي بالضبط القناة بتقدمه للسادة المرشحين فقط كنافذة يطلوا من خلالها للجماعية العمومية والعضاء والجماهير النادي كمان ده صحيح كنا سعالها بحضرتك جدا وبالتوفي ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا للدكتور احمد نبيل غيط واحد من مرشحي عضوية مجلس ادارة النادي الاهلي اللي اطلع على حضراتكم النهاردة من خلال الاهلي الاهلي انتقب عشان يقدم لكم كل رؤيته وكل افكار وكل بالدمجه والتطبيق اللي عمله نحو مبادر صحية نتمنى لك كل التوفيق كما نتمنى للجماعية العمومية دوما كل التوفيق في اختيار من يقود النادي للمرحلة اللي جاية شكرا جزيلا لحضراتكم وتصبحوا على خير